تحية طيبة لكم مشاهدين الكرام وجزول يهم الأنباء من قناة يمن شباب وصلت دفعة من أعضاء البرلمان تضم أكثر من 130 نائبا إلى مدينة سيئون لحضور الجسد غير الاعتيادية غدا السبت وتعد الدفعة التي وصلت هي الأكبر في عدد البرلماني القادمين من الرياض بينهم الرئيس المرشح لهيئة رئاسة البرلمان سلطان البركاني وعدد من نوابه المرشحين وسبق ذلك وصول رئيس الوزراء معين عبد الملك وعدد من الوزراء إلى سيئون لحضور الاجتماع المرتقب للبرلمان قالت الحكومة في اجتماع استثنائي لها بعدان أن انعقاد مجلس النواب في دورة غير اعتيادية بحضر موت يعد خطوة على طريق بناء التوافقات السياسية التي هي أساس المرحلة الحالية وأكد معين عبد الملك رئيس الحكومة أكد أن انعقاد البرلمان سيشكل خطوة مهمة في سبيل استعادة التوافقات والمسار السياسي وبما من شأن تكامل أداء السلطات الثلاث للتسريع باستكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وأما من جهة ثانية قررت الحكومة إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب الذي يستعد للعقاد في حضر موت وذلك لاستكمال الإجراءات الدستورية القانونية وأوجه رئيس المجلس معين عبد الملك وزارتي الشؤون القانونية والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بمتابعة إحالة المشروع إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار احتشد المئات من ثوار وثائرات تعز بساحة الحرية في جمعة أطلقوا عليها نظال ناية تجدد وأكد ثوار تعز في وقفة جماهرية حاشدة بعد صلاة الجمعة على استمرار النظال والمقاومة والتصدي للميليشيا الحوثي الكهنوتية حتى النصر والتحرير وإسقاط الانقلاب ودعا خطيب الجمعة في الساحة إلى مساندة الجيش الوطني في معركة الكرامة والتحرير ودعم جبهة القتال شن طيران التحالف العربي عدة غارات جوية على مواقع وتحركات لميليشيا الحوثي في مديرتي الصفراء وكتاف بصعدة وذكر مصدر عسكري أن قصفا جويا طال تجمعات وتحركات للمتمردين في منطقة عكوان بمديرتي الصفراء وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات من الميليشيا وتدمير عربات وأسلحة ثقيلة ومتوسطة وطال قصف آخر لطيران التحالف تحركات للمتمردين بالقرب من مركز مديرية كتاف الشرق المحافظة أسفرت أيضا عن مقتل وجرح عدد من عناصرهم وتدمير آليات قتالية وفي محافظة حج لقي العشرات من مسلحي الحوثي مصرعهم وأصيب آخرون في قصف شنته بارجات التحالف العربي على مواقع تمركز فيها المتمردون بمديرية عبد شمال غرب المحافظة وتركز القصف الصاروخي بحسب مصدر عسكري على منطقة المحاتر شرق مديرية عبس واستهدف معسكرا تدريبيا للحوثيين بمديرية عبس وإلى تعز إذ أحبطت وحدات من الجيش الوطني هجوما لميليشيا الحوثي استهدف مواقع محررة غرب المحافظة وقال مصدر عسكري أن وحدات من الجيش تصدد لهجوم حوثي على منطقتين الأكم العليا وحضران غرب المحافظة وأضاف المصدر أن مواجهة نشبت بين الجانبين وانتهت بصد قوات الجيش للهجوم وفرار الميليشيا الحوثية المهاجمة بعد مصرع وإصابة عدد من عناصرها أما اقتصاديا فقد توقع البنكو الدولي أن تصل إرادات تصدير النفط الخام من حقل المسيلة في محافظة حضراموت إلى 900 مليون دولار سنوية وأشار البنكو في تقرير موجز يرصد الأوضاع الاقتصادية في اليمن إلى أن الانتعاش التدريجي في حقل المسيلة من العام الماضي أدى إلى رفع إنتاج النفط في البلد وذلك بعد عودة شركة أون بي الأجنبية للعمل في حقل الإنتاج أستو في محافظة شبوة ختام الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة